مؤخرا كان في حملة هجوم وفي مفيا من الجماعة اللي بيأكلوا صحت من اصدراء الأديان ومعارك النضال المجان يا بوبلاش تحت عبائة الدين زي ما شفتم أحمد بحيري بيتهم كل خصومه انهم بيأكلوا الصحت الصحت اللي هو المال الحرام المال من الرشوة المال الحرام وهذا الكلام يا جماعة والله سخيف للغاية مش معقول كل الناس اللي ردوا على أحمد بحيري أو هجموه كلهم بيأكلوا الصحت طب خلي واحد مثلا محترم منهم قول ان في عدد منهم محترم وعدد تاني شغال عند السيسي مخبر زي ما انت بتتهم برضو كل خصومك انهم أمناجية وشغالين مخبرين مع انه في ناس معارضين للسيسي من اللي هجموك لكن أحمد بحيري كل الناس اللي بترد عليه أو بتهجمه بيأكلوا الصحت وهو ما شاء الله يعني هو اللي بيأكل بقى المال الحلال الزلال طبعا يا أخواني الكرام هذه تهمة سخيفة ومش محتاجة إلى رد بل محتاج أحمد بحيري انه يثبت هذا الكلام لكل شخص بعينه يعني يطلع يقول فلان الفلاني هذا صاحب القناة الفلانية يأكل السحت والدليل كذا وكذا لكن للأسف الشديد أحمد البحيري بيستغفل الناس وبيقول هذا الكلام ربما لانه عارف ان في ناس هيجي على هواها هذا الكلام لانه بيحشر قصة المعارضة وانه هو بيقول فيديوهات ضد السيسي في هذا الموضوع مع انه زي ما قلت في ناس ضد السيسي من اللي رده عليه لكن كم الكلامه هو في نفس الفيديو باتهام كل الناس ايضا انهم مرعبين من حضرته قال ايه عشان بينافسهم في التأثير وبيترعبوا لما يحسوا ان في حد ممكن ينافسهم في تأثيرهم فبتلاقس ببت الصلاة اللي في وشهم طارت ووشهم ضلب وبينوا على حقيقته زي ما شفتم نفس الكلام تعميم على الناس اللي ضدوا انهم مرعبين منه وطبعا دي تهمة باطلة للهروب من الرد على الردود المحترمة الاولى انك تبين ايه اللي قالوه وترد عليه وتبين انهم فعلا ناس جهلة وضلالية ومش فاهمين حاجة وبكده يكون ليك عين تتكلم بالكلام ده لكن انت عملت ايه طالع بتردد اتهامات ضد الناس بدون ادلة وما ردتش على كلامهم فده ينطبق عليه قول القائل رمتني بدايها وانسلت او المثل المصري اللي بيقول العيبة تلهيك وتجيب اللي فيها فيك طبعا ده مثل مصري معروف هو اكيد عارفه